ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يهدف معهد الإدارة العامة من خلال استحداث مبادرة الطاولة المستديرة إلى مشاركة صناع القرار في القطاع الحكومي في إيجاد حلول لأبرز الإشكاليات والتحديات التي يعاني منها القطاع العام ووضع خطط استراتيجية موحدة لتحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين بما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتحقيق تطلعات المواطن كثير من الخدمات مشتركة ونحتاج أن نسق أمورنا فيها لأن المستثمر أو العميل لما يأخذ خدمة من جهة واحدة تكون مرتبطة بالجهة الثانية واليوم ناقشنا موضوع الثقة وكيف يصير ثقة بين الحكومة والمجتمع بين المجتمع والحكومة يعني بالعكس واللي أهم منه الثقة بين المؤسسات نفسها أنا عندي خدمات أقدمها وأنت عندك خدمات تقدمها كيف نبني الثقة بين الاثنين تناولت الطاولة المستديرة التي قام بإدارتها لبروفيسور جيرت بوكارت رئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية عددا من المحاور التي تدور حول حاجة صناع القرار في القطاع العام إلى ثقة المواطنين والمكونات الرئيسية لبناء وكسب الثقة والمحافظة عليها وكيفية تأثير الرضا في بناء وكسب الثقة ودور القطاعين العام والخاص في بنائها والحفاظ عليها الثقة عنصر ضروري لتحقيق السياسات الحكومية وتلبية تطلعات المواطنين ونهدف من خلال هذا التجمع إلى زيادة الثقة بين الجهات الحكومية بالإضافة إلى رفع ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية وقدرتها على تلبية احتياجاته من خدمات ومعاملات ساهم هذا التجمع الحكومي بالخروج بمجموعة من التوصيات أبرزها دور الإعلام في صناعة وتنفيذ السياسات الحكومية وأهمية البحث العلمي كأداة أساسية في صنع السياسات الحكومية واتخاذ القرارات والضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات الموجودة في القطاع الخاص بما يقدم عملية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وأهمية عنصر الشفافية في المعاملات الحكومية